نزيد من التحليل ينضم إلي من القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام بداية دكتور بعد التحية إعلان رئيس الأمريكي جو بايدن عن الاتفاق قبل أقل من شهرين من مغاترته للبيت الأبيض كيف قيمت هذا الاتفاق في هذه الفترة الحساسة؟ كل التحية لكم ولمشاهد القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر الحقيقة إنها ربما تكون من النوادر التي تشهدها السياسة الأمريكية بأن ينجح رئيس منتهية ولايته في تحقيق اختراق لافت في أزمة من الأزمات الدولية للمرة الأولى الرئيس الأمريكي يحدث اختراقا في أزمة الشرق الأوسط التي كان كثيرون يعاولون على الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة كما هو الحال في كافة الأزمات والصراعات والنزاعات الدولية المفتوحة حاليا كالصراع في أوكرانيا وغيره من الأزمات لكن يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن أرادت أن تستثمر فيما تبقى لها من علاقات مع الحكومة الإسرائيلية خاصة بعد الدعم العسكري والسياسي غير المحدود الذي قدمته إدارة بايدن لنتنياهو فضلا عن وجود ظروف ضاغطة حملت الإسرائيليين أيضا على الانقياد إلى هذا الاتفاق خاصة كما ذكر ننتنياهو أن هناك أزمة حقيقية فيما يتصل بالتجنيد والتسليح إسرائيل تشهد عزوفا عن التجنيد وتراجعا بنسبة 15% في أعداد الذين ينخرطون في صفوف جيش الاحتلال وهناك أيضا نقص في الذخيرة وفي الأسلحة لا سيما في الصواريخ التي تعتمد عليها القبة الحديدية في التصدي للمسيرات والصواريخ التي يطلقها حزب الله وحركة حماس وغيرها من الفصائل الموالية لإيران لذلك اضطرت إسرائيل إلى القبول بوقف إطلاق النار وتذرع ننتنياهو بالتفرغ لإيران وإعادة تسليح الجيش وحشد وتعبئة الجنود علاوة على استعادة الأسرة كما يقول وتفرغ لقطاع غزة ومن ثم يمكن القول أن بايدن ربما أراد له التاريخ أن يسجل ذلك الإنجاز قبل أيام من تركه للسلطة بعد فشل متواصل في التعاطي مع سلسلة من الأزمات والنزاعات الدولية وفي القلب منها ما يجري في الشرق الأوسط صحيح أنه أخفق في غزة لكن نجاحه في لبنان في أيامه الأخيرة ربما يحسب له خاصة إذا ما تم البناء على هذا الاتفاق من أجل التوصل إلى اتفاق مماثل بالنسبة لقطاع غزة